السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت بتسمع أمني الشامي وده برنامج محب الله ورسول أدعوكم إخواني وأخواتي لمقاطعة جميع المنتجات الفرنسية في هذا الوقت الذي نال الفرنسيون من رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم واستباحوا ذلك واستحلوهم ورئيسهم المجرم الذي يشجع على الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ويطعن في نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم بما يسيء إليه برسومات غير لائقة وعندنا أدلة على جواز المقاطعة وإن كان أصل البيع والشراء مع الكفار جائز لا نختلف في هذا لكن إذا في البيع والشراء معهم ما يقويهم على المسلمين فيلزمنا أن نمنع ما يقويهم على أهل الإسلام وأدلتي على طلب مقاطعة المنتجات الفرنسية منها ما يلي قول الله تعالى في شأن السامري قول موسى عليه السلام إن لك في الحياة أن تقول لا مساس لا تقرب أحد ولا يقربك أحد لا تتزوج من أحد ولا يتزوج أحد منك لا تبيع ولا تشتري لأحد ولا يبيع أحد ولا يشتري منك وكلنا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمقاطعة السلاسة الذين خلفوا وهم مسلمون لما تخلفوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلقي أحد عليهم السلام ولا يرد عليهم سلامهم ولا يبيعوا ولا يشتروا من أحد ولا يبيع لهم أحد ولا يشتري منهم أحد فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بمقاطعتهم حتى إنه أمر نساؤهم أن يعتزلوهم حتى أنزل الله التوب عليهم وأيضا من الأدلة على المقاطعة وإنزال النكاية بأهل الكفر من الناحية الاقتصادية أن سمامة ابن أسال لما أسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لن يصل إلى المشركين من أهل مكة حبة حنطة من اليمامة حتى تأذن لهم فيها يا رسول الله وقد كان أهل مكة يسلكون هذا المسلك مع المسلمين مسلك المقاطعة وجميعكم تعلمون ما حدث من كفار كريش من حصار للمسلمين في شعب أبي طالب ولا يخفى عليكم قول أهل النفاق لا تنفكوا على من عندي رسول الله حتى ينفضوا فيا أهل الإسلام إذا كانت هذه المقاطعة تنزل النكاية في أعداء الله الذين يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعنون فيه وينالون منه سلكنا هذا المسلك من غير تحريم البيع والشراء مع الكفار ولكن إنزالا للنكاية بأعداء الله الذين سولت لهم أنفسهم أن يسيئوا إلى رسولنا الأمين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فأنصح المسلمين أن يقاطعوا جميع المنتجات الفرنسية فرنسا تحارب رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا متمثلة في رئيسها الذي يأمر ويكر إنزال الصور المسيئة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والمقاطعة شيء في وسعنا بإذن الله وهل تتخيلوا أن حجم التبادل التجاري بين فرنسا والدول الإسلامية تجاوز المائة مليار دولار سنويا فمن يقول أن المقاطعة لن تؤثر فيهم اقتصاديا فهذا نوع من أنواع التخدير للمسلمين وهذا لا يجوز لا يوجد مقاطعة في العالم لدولة إلا ويكون لها أثر على هذه الدولة على قدر حجم التبادل التجاري تخيل أن هناك شخص يشتم والدك ولا يكتفي بهذا بل يرسم لوالدك رسوم مسيئة له ولا يكتفي بذلك بل يحاول نشر هذه الصورة بين الناس عن والدك في زمن انتشر فيه وسائل التواصل الاجتماعي هل ستسامحه وتشتري منه ولو حتى بجنيه واحد فكيف أصلا تسأل ما حكم المقاطعة فهذا أقل شيء تغيير به على النبي عليه الصلاة والسلام ولا تقول وهل لو قاطعت المنتجات الفرنسية وامتنعت عن شراء كذا وكذا فكم سيخسره الخسارة بسيطة ولكن القضية هي أن يعلم المجرمون أن الأمة الإسلامية مستيقزة وأن الأمة الإسلامية تحب نبيها وتعرف ما كانت النبي عليه الصلاة والسلام ويجب أن تثبت محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن تثبت أن نبيك عليه الصلاة والسلام أحب إليك من أبوك بل من نفسك أنت بل حتى من وطنك لا بد أن تعلن فورا أن في نفسك شيء من الغيرة ويعلم الناس كلهم أن لديك غيرة وعاطفة ولا بد من تكاتف المسلمين جميعا المليار مسلم نعم نرى تحرك وناس تدعو للمقاطعة لا بد من أمة المليار أن تهب هبة شعبية واحدة وتعلن المقاطعة وليس بتوجيه أحد ولكن بوازع داخلي محبة للنبي عليه الصلاة والسلام بل ولا بد أن تربي أبنائك على ذلك لا بد أن تقول لابنك كيف تشتري ممن يسيء إلى نبيك عليه الصلاة والسلام وهل تعرف ما هي منزلة محمد صلى الله عليه وسلم لما يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه أينقص الدين وأنا حي أو يشتن محمد صلى الله عليه وسلم وأنت تشتري من منتجاتهم ولا يتحرك لك ساكنا أين هي محبة النبي عليه الصلاة والسلام إن كان كل هؤلاء أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وعليك أن تتحدى كل من يقول لا تقاطع أو انتظر لا تقاطع إلا بأمر ولي أمره أيش جم محمد صلى الله عليه وسلم ثم نذهب ونشتري من بضائعهم نحن أمة حية ويجب أن لا تكون المقاطعة ليوم أو إثنين أو سلاسة إنما تستمر سنة إثنين سلاس عشرة حتى يعلموا أن هذه الأمة لا ترضى المزلة في مقدساتها وأن أقدس شيء عندنا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهناك نقطة مهمة جدا أن بريطانيا الآن تؤيد فرنسا وتنادي الاتحاد الأوروبي بالوقوف مع فرنسا جهود غبية وخبيثة لتشتيت المقطع يريدون أن يتشتت أمرنا أنقاطع فرنسا أم نقاطع بريطانيا أم نقاطع الاتحاد الأوروبي دعونا الآن نركز على الكلب الأول هذا الكلب الذي ما زال يصر على إهانة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعونا نبدأ به حتى نكسره نعطيه درسا لن ينسى إلا محمد صلى الله عليه وسلم نعم علينا بنشر الإسلام وعلينا أن نعرفهم بدين الله عز وجل وأننا أمة لا تهان وأننا أمة حية وخصوصا أن هذه ليست المرة الأولى يتم فيها التطاول على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زمان أما السفن الإسلامية كانت بتعدي من أمام المدن كانت المدن فورا توقف أصوات أجراس الكنائس عشان ما تستفزهمش المعتصم يقول أبعد لك جيش أوله عندك وأخره عندي ما تقولش أنا هعمل إيه الوحدي افتكر أبو بكر رضي الله عنه كان لوحده وأنقذ أمة افتكر مواقف عمر وعثمان وعلي والزبير بن العوام وطلحة رضي الله عنهم أنت الوحدة تعمل إيه أنت تقدر تعمل كتير على الأقل الصحابة دي ما كانش موجودة عندهم وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة دلوقت أنت متخيل لو كان فيه إنترنت أيام الرسول العسد والسلام والصحابة كان ده هيبقى نشطهم ده كانوا هيعملوا ما لا تتخيلوا فأنت تقدر تحيي الأمة بنشر الإسلام ونشر الصورة الصحيحة عن الإسلام والمسلمين وعن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فكر إيه سنن النبي عليه الصلاة والسلام فكر أنت قدول مين أنت قدول كم واحد دلوقتي ما فيش جهاد لكن الجهاد الحقيقي هو بالعلم أنك تزود العالم قيمة عشان تكون قوي وانت اللي تقطع الضعيف ما تكونش ضعيف وتقاطع القوي وبكده تكون انتهت حلقتنا وننهي حلقتنا بالصلاة على الرسول اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر